أهلا بكم باشرة مدرية زراعة لواء الأغوار الشمالية بحصر أضرار موجة أسقيع التي ضربت المحاصيل الزراعية الأسبوع الماضي وأتلفت مساحات شاسعة في الزراعات الشتوية مدير الزراعة في اللواء المهندس رائد شرمان قال إن الإجان المشكلة باشرت عمل مسوحات للزراعات التي تضررت من منطقتين العدسية شمالا وحتى الكريم جنوبا لبيان الأضرار ووفقا لمعايير تتضمن نوع المحصول ومساحتها الزراعية وعمره الإنتاجي ووفقا للمزارعين تركزت أضرار موجة أسقيع الأخيرة على محاصيل البطاطا والكوسة والبندوارة والبذنجان والفلفل كما أتلفت مساحات من أجار الموز إضافة إلى تضرر مزارع الحمضيات طالبت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة موازنة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة بضرورة إيجاد آليات وحلول لمشكلة البطالة من خلال التشغيل المهني والتقني رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي قال إن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل في ظل زيادة مخزون طلبات التوظيف في الديوان من خريجي الجامعات من جهته أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن وجود 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة المدنية منهم 56 ألفا في تخصص الهندسة و12 ألفا في من الإناث في تخصص اللغة العربية مرجحا زيادة العدد في ظل العزوف عن التعليم التقني والمهني وأشار إلى وجود توجه لانتقال ديوان الخدمة من دور التوظيف إلى دور التشغيل نحن في أن مهن وأعمال على جانب كبير من الأهمية وعلى دخل عالي يعني نحن نتكلم عن وظائف مهنية وتقنية وأشار إلى سعادة الرئيس في معظم الدول المتقدمة 70% بروحة تعليم التقني والمهني نحن للأسف نظرتنا المجتمعية نحو هذا التعليم هي نظرة ليست إيجابية وبنفس الوقت لابد من دعم التعليم التقني لأن التعليم التقني بده مختبرات وبده معدات وبده أجهزة ويجب أن نبلش في تغيير الثقافة المجتمعية نخلص في الموضوع الوظيفة العامة دراسة حول مدى تبني الخدمات المالية الرقمية في الأردن أكدت تنامي إقبال فئة الشباب على هذه الخدمات الدراسة التي نفذتها شركة إبسوس أكدت وجود إقبال متزايد على الخدمات الإلكترونية والرقمية من قبل أصحاب الحسابات البنكية بالرغم من تفضيل البعض التعامل بالنقد وأشارت إلى أن الأفراد من الفئات العمرية الأصغر سنا يشكلون النسبة الأكبر التي تفكر في استخدام الخدمات البنكية الرقمية والمحافظ الإلكترونية للاستفادة من خدمات التحويل الفوري حيث ينتشر استخدام المحافظ أكثر بين الذكور والفئات العمرية بين 25 إلى 44 عاما والأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص والأفراد الذين يملكون حسابات بنكية أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة اليوم إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق سند الحكومي بعد إجراء تحديثات وإضافات جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الإلكترونية وزارة الاقتصاد الرقمي قالت أنه لغاية الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها تطبيق سند يجب تفعيل الهوية الرقمية من خلال زيارة محطات سند المنتشرة في جميع أنحاء المملكة النسخة الجديدة تتيح للمواطن إنشاء هوية رقمية تمكنه من الوصول إلى مستنداتها الرقمية وسجلاتها الشخصية والتي تشمل البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ورقصة القيادة والمركبة وشهادات الثانوية العامة والجامعية والهوية الصحية بالإضافة إلى دفع الفواتير أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت أن السلطة ستعلن عن حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات هذا العام وقال خلال اجتماعا مع لجنة المالية النيابية بمناقشة مشروع موازنة السلطة وشركة تطوير العقبة أن المشكلة الرئيسية هي الكهرباء والطاقة التي تؤثر على جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة إحسين الصفدي قال إن قضية التدريب المهني والطاقة أبرز ما تركز عليها الشركة مشيرا إلى أن الشركة استطاعت إبراء مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء ميناء سياحي على أرض مرسى زايد الذي سيشغل 90% عمالة أردنية فبالتالي إحنا موضوع الطاقة الآن بدأنا السنة هاي إن شاء الله سنطرح عطاء ما يسمى تغييز الغاز الصناعي الانجي وتحويله إلى غاز يستخدم للصناعة دراستنا بتقول أنه الكلفة ستنخفض حوالي 35% وهذا طبعا تم التنسيق مع غرفة الصناعة ومتشجعين جدا مجموعة من الصناعيين في نقل صناعاتهم إلى العقبة واستغلال كلف النقل وبالتالي التصدير وحركة الاستيراد والتصدير دريب ألف شخص عن طريق السلطة وبكلفة مليون وثلاثمئة ألف دينار هذول الألف شخص سيتدربوا وسيحصلوا على فرص عمل في منطقة الاقتصادية الخاصة في الاستثمارات الموجودة انضمت نقابة تجار ومنتجي الأثاث إلى نقابة تجار الألبسة لمطالبة دائرة الجمارك بالتراجع عن قرارها وقف العمل بالقوائم الاسترشادية للأسعار دائرة الجمارك أصدرت قبل أيام تعميما قررت فيه إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا والصين بالإضافة إلى أصناف السجاد المستورد لأنه يتم استغلالها في إعداد وإصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الأسعار الواردة فيها بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو بشكل جزئي نقابة تجار ومنتجي الأثاث دعت إلى أخذ فواتير الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج بالاعتبار عند تقدير تكلفة إنتاج المتر المربع من السجاد في المصانع المحلية فيما دعت نقابة تجار الألبسة مجلس إدارتها إلى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل في حال لم يتم التوصل لحل ودي لبحث تداعيات القرار على التجار في دولة تملك ثاني أكبر احتياطي مثبت من الغاز عالميا بعد روسيا دعا وزير النفط الإيراني مواطنيه إلى التوفير في استهلاك الغاز رئيس الوزراء قدم مقترحات للمواطنين لتوفير الغاز المتوفر بشكل شبه مجاني للمواطنين منها ارتداء ملابس دافئة إطفاء أجهزة التدفئة لدى مغادرة المنزل أو المكتب هذه الدعوة جاءت للمحافظة على استقرار الشبكة والإمدادات بعد ارتفاع استهلاك الغاز في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى مستويات قياسية في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعات الخفيفة